اشتركوا في القناة الآن هذا الجهاز يمكن استعماله كما قلنا في عدة مجالات على سبيل المثال تستطيع اشعال به فرن او ما شابه لقد قمنا بابتكاره وسوف نعلكم كيفية طريقة صنعه الآن سوف نجربه كما تلاحظون امامكم كما تلاحظون فهو يخرج تيار قوي جدا ويمكن يعني ان يسعقك ويسبب لك اذى يعني فحذار عند استعمال هذه الادات فهي خطيرة جدا كما تلاحظون يعني سوف ننقص قليلا الانارة وسوف نرى كما تلاحظون هي خطيرة جدا وسوف نشرح كيف تعمل الآن بعد هذا الفاصل هذه البطارية هذه البطارية لقد وصلتني البارحة سوف نقوم بشرحها قليلا سوف نقوم بفتحها اولا ثم سوف نشرحها هذه هي البطارية التي قلنا عليها ان ثمنها بخص جدا وربما متوفرة في جميع البلدان هذه البطارية دورها ماذا تفعل يعني كما تلاحظون هنا لدينا اللون الاخضر واللون الاسود العفون اللون الاحمر لدينا هذا هو الموجب اللون الاحمر ولدينا هذا هو السالب باللون الاخضر ولديها هنا سلكين هنا المخرجين ولكن قبل ان نبدأ حذاري فهذه البطارية خطيرة جدا على اشخاص يعني سواء كنت كبير او صغير لانها تقوم بيعني تقوم بربط البطارية هنا ثلاثة فولت وتقوم بتحويلها الى ربعمائة الف فولت يعني اربعمائة الف فولت فهو طيار يعني قوي جدا وسوف نجربه امامكم بهذه البطارية نستطيع ان نصنع ذلك الساعق فقط بالتعديل تستطيع ان تعدل عليها يعني ان تقوم مثلا بتركيب هذه هنا سوف نجربها كيف تعمل سوف نربط يعني قلنا هذا هو الموجب وهذا عفوا هذا هو السالب اللون الاخضر وهذا هو اللون السالب ولدينا المخرجين سوف نقوم بتجربتها كيف كيف هو الطيار هو طيار قوي جدا كما قلنا يعني عند العمل حذاري حذاري جدا من هذه البطارية فهي خطيرة وتشكل خطر قد تسبب الى الموت فهي يعني اما ان تسبب للشخص شلل جزئي او كما قلنا حتى تسبب بالموت يعني فحذاري عند استعمال هذه البطارية ماذا نقوم سوف نقوم بربط البطارية قلنا هذا هو الموجب اين هو الموجب هذا هو الموجب نربطه مع الموجب ولكن قبل ان نربطه مع الموجب سوف نحتاج الى قاطعة مثل هذه قاطعة فقط لكي نعمل عليها نقوم بربطها هكذا الموجب مع الموجب يعني يجب ان يكون الموجب مع الموجب والسالب مع السالب لكي تعرف الموجب فقلنا اللون الاحمر هو الموجب واللون الاخضر هو السالب نتأكد بان القاطعة يعني في وضعية الوف يعني منطفئة وليست يعني شغالة ثم نربط السالب مع السالب وسوف نلاحظ النتيجة الان كما تلاحظون لقد عملنا هذه الطريقة الان لدينا هذه هنا حذاري يعني عند تشغيلها حذاري من لمس هذه الاسلاك فهي خطيرة جدا فحذاري من لفسها لو شغلناها راحظوا معي كما تلاحظون الان لاحظ معي لو شغلناها تصدر ثيار قوي سوف نقربها قليلا الى الكاميرا لكي تشاهدونها كما تلاحظون يعني ثيار قوي جدا ربما لا يظهر جيدا في الكاميرا سوف نطفي الانارة لكي تظهر بشكل جيدا اما ان اردت صنع هذه الادات بالطريقة التي قمت انا بصرعيها كل ما تحتاجه هو علبة يعني الدواء كما تلاحظون سوف نقوم بتفكيكها اولا ثم نشرح لكم خطوة بخطوة كما تلاحظون امامكم هي ليست معقدة طريقة سهلة جدا كما تلاحظون لدينا هنا البطارية وحامل البطاريات يعني التي سوف نقوم بتركيبها الان لدينا هذه البطارية كما تلاحظون والتي شرحناها من قبل كل ما علينا فعله هو يعني نقوم بربطها في لوحة كما تلاحظون هنا نقوم بلوحة خشبية نقوم بربطها في سلكين نقوم بعمل ثقب للوحة كما تلاحظون ثقب مقابل ثقب ثم نقوم بإدخال السلك النحاسي ثم نقوم بتلحيم مخرجي البطارية مع السلكين النحاسيين كما تلاحظون امامكم في الفيديو اما في الجهة المقابلة فلدينا سلك الموجب والسلك السالب نقوم بتوصيله بالبطارية والقاطعة ولمن يريد ان يحصل على حامل البطاريات كل ما عليك هو انتزاعه من اي لعبة قديمة او لوحة التحكم الخاصة بالتلفاز او جهاز الاستقبال ثم تقوم بقطعها كما قمت انا بقطعها وتقوم بتركيب البطاريات فيها لقد قمت بقطعها من علبة تحكم خاصة بالجهاز التلفاز وكما قلنا الطريقة جد سهلة وقاطعة مثل هذه تقوم بتوصيلها يعني الموجب والسالب مع السالب لكي لا يتلف عليك الامر لدينا السالب هنا وصلته مباشرة مع سالب البطارية اما الموجب فقط وقمت بوصل الموجب مع القاطعة لكي اقوم بالتحكم بشكل السالس يعني هنا تركيب القاطعة وهذه علبة الدواء هنا كما تلاحظون هذا هو الشكل النهائي الطريقة جد سهلة لمن يرغى في صنع هذه الادات ولكن كما قلت فهي خطيرة جدا حذاري عند استعمالها يعني يجب ان تكون لديك خبرة في الاستعمال فهي خطيرة جدا وانتبه للقاطعة حذاري ان تكون شغالة وانت تقوم بالتفصيل كما قلنا يجب ان تأكد من انها منطفئة هذه الادات بصفة عامة لمن اعجبه الفيديو ليس ان يضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ان كنت اول مرة تشاهد فيديوهاتنا لكي يصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته